الخبر اول اللي عادنا عن نور مارو شنو موضوع الزواجة فنو ما نزع الحسابة بالانستجرام شوية ستوريات نلابس بها بدلة رسمية وكاتب عليها شنو تتوقع وخطبت طبعا لكل استغراب الموضوع وصار يتوقعون هل من ممكن الزواج نورستار او او اختها ولكنه هو قال انه راح ينزل مقطع على قناته باليوتيوب الساعة بالاربعة باشر راح يشرح به كل اللي قاعد يصير اللي هو اتوقع ممكن يكون موضوع مقلب مو اكثر ونسل الوقت يا حباي بنزل شوية ستوريات يعلم ما خلال انه اغنية جديدة هي قربة ورح ينزلها بالايام الجاية ويقول راح توي بها اشياء كلش نارية عاكو راح تكم الاستوريات ما لتشوفوها هي كانت كتير تجربة حلوة واللون بعرف كتير اوفر بس لبقلي وكتير حبيته للصراحة بس انا كنت مقطط شي براسي للفيديو كليب لانه غني قربت كتير غنيتي التانية فرح لاني الله فكرة غير تانية ندخل حاليا اليارمار والشي الغريب اللي سوتها فهي حطت لايك لواحد من التصاميم الصداقة اللي بينها وبين نورمار بالاضافة انه هي نشرتها على حسابها بالانستجرام ولكن بعد تقريبا بحوالي كم دقائق حذفت هذا الستوري فهلت تتوقع يا حبايب انه يارمار نوعا ما اشتاقته النورمار وتريد ترجع له او ترجع الفريق نورمار اتنادمه مادر الصراحتين اكتبوا لها بالكومنتاج وانتوقعتكم لهذا الموضوع اتوقع ممكن يارمار ترجع الفريق او لا ندخل حاليا القمر مار وردها على زوي وبعد زوي يا حبايب مبارحة شارلت الفولو عن حساب قمر بالانستجرام سبب انه هي مقاعدة تدعم العراق بشكل جبير وحاجت عليها نوعا ما بالسطوري فقمر ردت عليها يا حبايب عن طريق انه هي سكتت مجرد شارلت الفولو عن زوي وصارت مشكلة بناتهم قام يحشونه بعض يعني فاكدونا يا حبايب بالكومنتات هل انتوا ويا قمر مار ام ويا زوي ننتقل حاليا الشي صادم اللي اصار واللي هو عن التقاء بيسان تيكت بيسان اسماعيل فبيسان تيكت يا حبايب نزلت على حسبها بالانستجرام شو تستوريات كانوا اياها بيسان اسماعيل وصراح هذا موضوع كلش غريب بسبب انه اساسا بين بيسان اسماعيل ويسان تيكت اكون مشكلة صغيرة ببيناتهم وما يحشوني بعض مثل تشايفين هذا المقطع نزلتها بالسابق فشو توقع سبب حبايب التقاهم هل ممكن بعدما هي بيسان فصلت عن بيسان شو توقعاتكم لهذا الموضوع يوم يختم المقطع ايا حبايب اذا سنسوا نذكركم بالمقطع اللي رح ينزل على قناتي ثانيا طبعا للأسف ملحقة تكمل اليوم مونتاج ولكن ان شاء الله باشر رح ينزل لكم هذا المقطع رحكم بيوجه صورتي على كل اشياء كوش خرافية رح تشوفكم المقطع في فحطوكم رابط بالوصف الكل يشتركوا بهذا القناة وينتظر المقطع باشر نريد نوصلها مية وعشرين الف مشترك قبل ما ينزل المقطع اشتركوا في القناة مع السلامة